في الحياة بنقابل ناس وناس وقالوا في المثل الناس معادن فيها الأصلي وفيها التقليد وفيها المؤذي وفيها المفيد ولأن الحياة من غير ناس ما تنداس هنقابل كل يوم نوع من الناس ناس دهب وناس تانية لها العجب ناس زي الفل بتحب الخير للكل ناس جميلة تتصاحب وناس غريبة ملهاش صاحب ناس لئيمة البعد عنها غنيمة وناس رأية من النوع الفاخر وكلها هيوصفها من الآخر دكتور عمر الليسي في كلمة وردغطها هو صاحبك وحبيبك وصديق عمرك أو زميلك في الشهر ولكنه دايما مزنوق ايوة دايما مزنوق وعيش على السلف من أول أسبوع لأخر الشهر ما تعرفش بيعمل ايه في الفلوس وكل شهر هتلاقي داخل عليك وعلى وشه نفس الابتسامة الخجولة دي وكل استعطاف ومسكنة اللي بتشر من حبابي عنيه وحيقولك الصباح الفل عمور منور الدنيا يا حبيبة ايه عمم الشيكة دي امبرح انت كنت متقلق بسم الله ما شاء الله الله العظيم ايه العظمة دي ربنا يزيدك ربنا يزيدك كمان وكمان بجد يعني ولانك انت بتكون متعود على السوانة دي كل شهر فحضرتك على طول بتفهم ان الكلام ده مجرد مقدمة وان تقول ايه جاي ورا وطبعا هتسأله عايز ايه عب عزيز اقمر حيرد عليك بأداء ممثل عظيم يا غير هول ولا كأنه يوسف بيه في فيلم اشعة خب والله انا مكسوف منك عمور انا كنت يعني بس مزنوه في رشين كده عشان مرتب كله وراح في القصاد وانت عارف بالاسعار ليش يا صاحبه تفاهم ولانه طبعا صاحبك او زميلك وعشرة قديمة وكده قلبك الطيب مش هيطوعك تكسفه وحتسلفه علشان تفك زنقته منت راجل اصيل وشخصية الانسان المزنوق دايما عايش في حياته على السلف لأسباب كتيرة جايز لانه مش عاوز يعيش على قده طول الشهر صهر وعزمات وفشخرة كدابة وجايز لانه مش عاوز يطور حياته ويشوف وظيفة افضل ومرتب افضل هو باختصار انسان كسول وبيستسهر العيش على افا الاخرين وبيستلف هو مش عارف هيسدد ازاي والنوع ده الناس بتستحملوا مرة مرتين ثلاثة لكن في الاخر ما بيلاقيش حد يسلفه الا لو قدر في يوم بعد ما تخلص فلوسه يلاقي وجه جديد ما يعرفش طبعه وساعتها حينقد عليه ويقوله حبيبي حبيبي وحشنا صاحب الله ايه الجمال ده ايه العظمة دي كلها رجب بقولك ايه ما تأخذنيش عن ايه اخوك ابا عزيز مزنو في ارشين كده الغداء والشرك انت عارف بقى انا ماليش اللي انت حبيبي اه والله والله حبيبي ربنا يزيدك رب ربنا يزيدك كمان وكمان ويفضل صاحبنا عايش كده من جبدة لجبدة وكل يوم يدور على ضحية جديدة وحضرتك تستعوض ربنا في الفلوس اللي انت سلفته له بزمتكم ده تقولولو ايه وتتصرفوا معاه ازاي امعتولي تعليقاتكم على صفحة برنامج كلمة ورد غطاها مع عمر الليسي حكاياتكم مع انواع الناس اللي بتقابلوها في حياتكم حنتكلم عنها في كلمة ورد غطاها ولغاية ما نتقابل تاني حسبتم في امان الله كلمة ورد غطاها دكتور عمر الليسي الكاتب الصحفي محمد الشبه اداء الفنان احمد صيام اخراج تامر حسني